الإيمان بتاع الصحابة الراجل اسمه ابن الحاج فكر فيها الحتة دي وقال لي في ثلاث مجلدات سماهم المدخل يبقى المدخل لابن الحاج المالكي ابن الحاج بيقول ايه بيقول الله هو ايه الفرق بنا ليه بنشعر الشعور ده ان الصحابة يعني سبقت وكده وإحنا اصل الصحابة كانت متضربة طب متضربة على ايه يا ابن الحاج قالت ضربت على استحضار النيات الصالحات عند الباقيات الصالحات ورح مقال لي في الثلاث مجلدات يشرح العبارة دي اشرح حالنا كده ببساطة قليل فرق بيني وبين الصحابة استحضار النيات الصالحات ازاي انا بتوضى وبعد ما بتوضى باخد بعضي وارروح المسجد اصلي الظهر والسنن وبتاعه مش عارفه واجي رايي على البيت فأمنت الله وبعمل كده في الصلاحات دي طب الصحابة برضو كانت بتعمل كده طب بب انا زي الصحابة قال لا وهو كان خارج للصلاح كان يلتفت في نيته هو لابس ايه هو لابس حاجة تريشيك حاجة يعني شياكة بعد كده من فيش ومينوي في قلبه انه قد اخذ الزينة لله في صلاته بهذا الذي مش انه لبسها بطرا وتكبرا وفسادا في الارض عشان الناس تشوفوا لا لابس كده لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ونية كمان وهو ان الفقير يجيله فيسأله فيحلله المشكلة بتاعته يقوله علشان بس لما يخذوا يعرفوا ان انا ممكن احلله المشكلة بتاعته لكن لو اننا البست عادي ما هوش يخط باله ونية كمان انه هو وهو في الطريق الى المسجد لو لقى اشرة موزة هينحيها الطريق اللي احسن حد يتزحلق فيها اماطة الاذى عن الطريق ها والحياء شعبته من شعب الإيمان ما هو لا الإيمان بضع وسبعون شعب أعلى لي الله ادوانها اماطة الاذى عن الطريق يبقى ياخد باله فهو ماشي واخد باله علشان النظافة علشان يخلي الدنيا نظيفة وعلشان اللي احسن حد يتزحلق فيها يتكسر ويضيف لها نية كمان وهي انه هو يكثر الناس اللي في المسجد فليالي الصغيرة لما تيجي تلاقي الناس كتيرة كده فيعرف ان الصلاة المسجد دي حلوة كويسة ويضيف لها نية كمان وقعد ابن الحاج يولد في النيات بالشكل ده ويقول انه لما كان الصحابي بيطلع المسجد يطلع له بتلاتين اربعين خمسين نية احنا مش متضربين كده مش متضربين ولو ان احنا خطر في بلنا واحدة او اتنين او تلاتة بعد ما ابن الحاج نبهنا لها في كتاب المدخل مش هنعرف نستحضرها بالسرعة اللي كانت الصحابة بتستحضرها بيها ولذلك الناس دي كانوا بياخدوا سوابات كتيرة اوي وكبيرة اوي وهو رايح المسجد وهو راجع من المسجد وهو رايح يجيب شوية عيش لولاده يأكلوها وهو رايح للشغل وهو رايح حاجة كل الحياة عندهم اصبحت للشغل